واشنطن تكثف جهودها لإثناء طهران عن المضي في هجومها على إسرائيل والإدارة الأمريكية تجدد تحذيراتها لطهران من مغبة التصعيد صحيفة والسريت جورنال الأمريكية ذكرت أن واشنطن حذرت إيران من أن حكومتها الجديدة والاقتصاد الإيراني قد يتعرضان إلى ضربة مدمرة إذا شنت هجوما كبيرا على إسرائيل وأضافت الصحيفة أن رسالة الولايات المتحدة إلى طهران لم تكن تهديدا بشن عمل عسكري بل إنها كانت تحذيرا من مخاطر استفزاز إسرائيل ودفعها لرد عسكري قوي هذه التحذيرات عززتها مطالبة الخارجية الأمريكية لإيران بعدم تصعيد التوتر حرصا على مصلحتها ومصلحة المنطقة نواصل التوضيح لإيران بأنها يجب أن لا تصعد النزاع لأن ذلك لا يخدم مصلحتها ولا مصلحة المنطقة وهذه نقطة سنستمر في التركيز عليها في كافة اتصالاتنا الدبلوماسية وأي تصعيد سيجعل الوضع في المنطقة صعبا وسيجعل جهودنا الدبلوماسية صعبة نأمل أن لا تفعل إيران شيئا يضر بآفاق التوصل لوقف أطلاق النار في غزة وتأزيم الوضع أو جعله يخرج عن السيطرة وبالتوازي مع الجهود الدبلوماسية والتحذيرات الموجهة إلى طهران تعزز الولايات المتحدة على الأرض دعمها العسكرية لإسرائيل تحسبا للهجوم الإيراني المحتمل فقد أفادت مصادر بأن قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي زار إسرائيل للمرة الثانية منذ بداية الأسبوع للتنسيق بشأن الهجوم الإيراني المحتمل كما أعلنت القيادة الوسطى وصول طائرات F-22 رابتور الأكثر تقدما إلى الشرق الأوسط ومع تأخر رد إيران ووكلائها على إسرائيل تطرح تساؤلات عما إذا كان ذلك راجعا إلى تأثير التحذيرات الأمريكية لطهران أم أن الأمر يتعلق بأحكام الاستعداد الإيراني لشن هجوم قوي ومفاجئ ضد إسرائيل ليبقى الوضع قابلا لكل الاحتمالات ترجمة نانسي قنقر